السلام عليكم لا أعطي الله لا أعطي الله لا أعطي الله فتلتوني 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 كل شيء في الدنيا لا أعطي الله قبل كل شيء تليفوني بديت عن تصدق لم أعطي الله يقولي صباح لنماذا سيد كيت لقولي صحيح أنتين أجيتها فيك مماري وخدمت الإجابة تماما على دانا والعجلة بجوة تنيت الحمد لله يا ربي تنيت محسوا المشاكل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديو فاضح لها لقد قتلتموني فنانة جزائرية تدافع عن نفسها بعد تسريب الفيديو الفاضح لها دافعت مغنية الراي الجزائرية عن نفسها عبر حسابها الرسمي على سناب شات بعدما تم تسريب فيديو فاضح لها خلال وجودها في حمام بيتها وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع عبر فيسبوك طالبت صباح من كل شخص يصله الفيديو أن يقوم بحسفه متهم عامل تصليح الهواتف بتسريبه وأوضحت صباح أن هناك علاقة صداقة تربط بين زوجها وعامل تصليح الهواتف وأنها تقدمت بشكوى ضده وأنه اليوم متواري عن الأنظر كما دعت صباح جميع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التوقف عن إهانتها قائلة قتلتوني وفضحتوني وأضافت عايرتوني حزبي الله ونعم الوكيل شنود ارتف حياتي في صورة نشرتها الشاب صباحا المسيرة للجدل عبر صفحتها مع زوجها المغني الشاب رامي وهي تظهر حملها تأكدت الشائعات والتي كانت تقول أنها حامل من زوجها الثالث رامي وعلقت الشاب صباح عبر المنشور أن زوجها سيصبح أبا وأنها ستصبح أم وأنهم سيصبحون سلاسة بقدرة الله ومكاتبه نتمنى لها كل السعادة زهل الشعب الجزائري عندما سمع آخر إصدارات إحدى مونيات الرأي الجزائرية وتعجبوا لسقوط وزارة الثقافة وحتى الشرطة التي كان من المفروض إلقاء القبض عليها بتهمة نشر الفسق والرزيلة قامت مغنية الرأي الشاب صباح بإصدار أغنية صريحة تتكلم عن الجنس ووضعياته الأغنية بعنوال لا يمكن ذكره كونه خادش للحياة الفيديو نال نسبة مشاهدة كبيرة لكن التعليقات كانت غاضبة وطالبت الحكومة بتوقيفها يذكر أن الشاب صباح أسارت جدلا بسبب تصريحاتها التي كانت عن الدنيا الجنسية ألقت مصالح الشرطة بالعاصمة القبض على مغنية الرأي المسيرة للجدل المعروفة بإسم الشاب صباح داخل أحد الفنادق الضاحية الغربية للعاصمة وحسب مصادر مطلعة تحدثت فإن الشاب صباح جرى توقيفها خلال تواجدها بفندق الشارقة غربي العاصمة بعد ما اكتشفت مصالح الشرطة أنها محل بحث بعد صدور أحكام قضائية بالحبس في حقها وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر أن مغنية الرأي الشاب صباح التي كانت تقيم بالفندق تفاجأت بتوقيفها من قبل عناصر الشرطة بعد إرسال بطاقية المقيمين بالفندق لمصالح الأمن ليتبين بعد البحث والجرد في السجل الإلكتروني للمبحوث عنهم أن المغنية المسيرة للجدل محل بحث من طرف العدالة بعد صدور حكم قضائي في حقها من طرف مجلس قضاء تنمسان ومن المقرر أن يتم تقديم الشاب صباح للمصول أمام وكيل الجمهورية في إقليم اقتصاص المحكمة التي صدر عنها الحكم القضائي وهو ما يعني أن المغنية سيتم نقلها إلى ولاية تنمسان أصبحت تصرفات مغنية الكبرهات الشاب صباح لا تطاق خصوصا أنها تقوم بنشر فيديوهات لا تتناسب مع عادات وتقاليد الشعب الجزائري الذي ضاق زرعا وأصبح يتساءل أين هي الرقابة لتعاقب شخصية مستهتراك هذه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه الشاب صباح وهي سكرانة ولا تدري بكل ما يحدث حولها وتتمايل في أحد شوارع الجسائر ليلا وتغني وترقص كأنها مجنونة الفيديو نال نسبة مشاهدة كبيرة حيث قام العديد من الذين شاهدوا الفيديو بشتم مغنية وأصفوها بالعار على بلد المليون والنصف مليون شهيد وتعتبر مغنية الرأي الشاب صباح التي تنحدر من ولاية تلمسان من مغنيات الرأي المصيرات للجدل حيث اشتهرت في أواسط الملاهي في مدينتي وهران والجزائر العاصمة وكسبت جمهور كبير لها ومتابعون يعدون بالآلاف على صفحاتها في مواقع الفيسبوك كما تغضب متابعيها بسبب فيديوهاتها الماجنة وأغانيها والتي تعتبر في الجزائر من الأغاني الهابطة صباح أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو نشرته أثناء تواجدها في أحد الملاهي الليلية في إمارة دبي حيث ظهرت في الفيديو وهي في حالة سفر وترقص مع مجنوعة من الشباب هذه المشاهد جعلت الجزائريين يهاجمونها بقوة ويصفونها بالعاهرة كشفت مصادر إعلامية عن حقيقة الأنباء التي تتحدث عن القبض على مغنية الراي المصيرة للجدل والمعروفة باسم الشاب صباح وأكدت المصادر أن مصالح الشرطة بالعاصمة ألقت القبض على مغنية الراي المصيرة للجدل المعروفة باسم الشاب صباح داخل أحد فنادق الضاحية الغربية للعاصمة ونقل عن مصادر مطلعة قولها أنه جار توقيفها خلال تواجدها بفندق في الشارقة غربية العاصمة بعد صدور أحكام قضائية بالحبس في حقها وأوضحت المصادر أن مغنية الراي الشاب صباح التي كانت تقيم بفندق معروف تفاجأت بتوقيفها من ناحية أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر مجموعة من الشباب المغاربة وهم ملتفين حول سيارة ويقومون بالاعتداء على سيدة كانت متواجدة داخلها هذه السيدة رجح البعض أنها مغنية الراي الجزائرية الشاب صباح التي وما أن شاهدت الفيديو قامت بإجراء مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية حيث نفت تعرضها للاعتداء وقالت أنها ليست الفتاة التي ظهرت في الفيديو الفيديو هو لمتحول جنس مغربي تم الاعتداء عليه بوحشية حتى الموت حيث يظهر المقطع تعرض المتحول لضربات متكررة في اليميع أنحاء جسمه دون تدخل أي أحد لنجدته وتناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية الجزائرية مقطع فيديو تم وصفه بالصادم قيل أن الشابة هي التي تظهر به عارية هي الفنانة الجزائرية المشهورة الشاب صباح وحسب المئات من الصفحات الفيسبوكية الجزائرية التي نشرت الفيديو فإن الأمر يتعلق بفنانة الرأي الشهيرة الشاب صباح حيث تم تصويرها وهي في حالة غير طبيعية عارية داخل حمام وتفاعل عشاق الفنانة مع هذا الفيديو الذي نتحفظ عن نشره حيث عبر الجميع عن صدمتهم داعين الشاب صباح إلى ضرورة الدخول على الخط والخروج بتوضيح للكشف عن حقيقة ما يتم تداوله أتمنى يكون الفيديو نال إعجاب حضرتكم شكرا لكم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة